بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شبطة 3 بارت سيفنتين باجراوند انفورميشن فور ديزاينينج بيم سيكشنز بنتكلم على جينرال انفورميشن في عملية الديزاين أول حاجة في عملية الديزاين أنت حديد التسليح بتحطه فين؟ بنقول بنحط حديد التسليح في المناطق اللي ممكن يحصل فيها الكراكينج والمناطق ديت اللي بيبقى فيها تنشن بمعنى أنا لو عندي كاميرا الكاميرا ديت عليها لود اللود دوت بيسبب مومنت المومنت دوت بيسبب تنشن التنشن ده بيسبب كراكينج يبقى لازم تحط حديد تسليح في المناطق اللي فيها تنشن زون علشان تتغلب على الكراكينج طيب التنسايل استرس الزي ما بنقول ممكن تبقى موجودة فين؟ في مناطق الفلكشور أو نتيجة الأكسيا اللود أو نتيجة الشرنكيج افكتز طيب عملية التصنيع بتاعة الخرصانة أو عملية تشييد المنشآت الخرصانية فيها عامل مهم جداً اللي هو الفورم وورك أو أعمال الشدات ودي بتبقى مكلفة علشان كده بنقول بنحاول نستخدمها أكتر من مرة البيم ديبس اللي هو الديبس بتاع الكاميرا ايه الحاجات اللي بنستخدمها علشان نحسب البيم ديبس أكوردنج تول ACI 318 الـ Edge Based On اللي سبان وده كلام منطقي يعني لما يبقى عندك كاميرا اللي سبان بتاعها قصير غير لما يبقى عندك كاميرا اللي سبان بتاعها طويل يبقى في الحالة ديات الـ Edge depend على اللي سبان اللي موجود عندك بنصمم for maximum moment بمعنى ان انا عندي توزيع المومنت بناخد اكبر مومنت موجود ومن اكبر مومنت دوة نبدأ نحسب الـ Edge أو الـ D الـ Concrete Cover المقصود بالكفر اللي هو الـ Dimension Between the Surface of the Slab or Beam and the Reinforcement يعني دي الكاميرا ده حديد التسليح يبقى المسافة دي هي الـ Cover بتاع الخرصانة ليه بنحتاج الـ Concrete Cover Bond Reinforcement to Concrete ان احنا بنزود البوند بين الخرصانة وبين حديد التسليح Protect Reinforcement against the Corruption بنحمى حديد التسليح من الـ Corruption Protect Reinforcement from Fire طبعا بيعمل Protection في الحالة ديات لو فيه Fire Additional Cover used in Garage and Factors ليه علشان فيه Abrasion وفيه الـ Weir وبالتالي بنزود الكفر في المنشآت دي بالنسبة للكفر عندي اللي هو بنسميه الـ Minimum Cover Dimensions According to ACI 318 بنقول الـ Concrete Cost Against Exposed to Earth ده بيبقى 3 إنش Concrete Formed Exposed to Earth and Wither نلاحظ هنا ان في حالة الحديد اللي هو number 18 او number 5 او أصغر قيمة الكفر بتعتمد على الديامتر بتاع الحديد في الحالة الاولانية بيبقى 2 إنش في الحالة التانية واحد ونص إنش بنكمل في الـ Minimum Dimensions بنقول في حالة الـ Slabs او الـ Wall او الجويست اني number 4 عند number 18 Bars بناخد الكفر واحد ونص number 11 او أصغر بنستخدم 75 من 100 إنش في حالة الـ Beams والـ Columns بيبقى واحد ونص إنش الـ Bar Spacing يعني المسافة بين كل سيخ والتاني دي بنسميها S او الـ Bar Spacing بنقول الـ Minimum Spacing of Bars والـ Maximum Spacing of Bars نتكلم على الـ Maximum Spacing of Bars في الحالة الـ Walls والـ Spence الـ Maximum Spacing بيبقى الـ Smaller of 3 feet او 18 إنش ديت اللي بنسميها الـ Maximum Spacing وديت بتفرق معايا في ايه؟ لو أنا عندي كراك اللي كراك ده بيحصل له Propagation مين اللي بيوقف اللي كراك دوت أول سيخ بيقبله فمش عايزين المسافة دي تزيد عشان اللي كراك لينز ميزدش اشتركوا في القناة